الدرس الثاني امتداد الدولة الأموية وجهودها في نشر الإسلام شهد العصر الأموي أوسع حركات الفتح الإسلامي بعد فتوحات الخلفاء الراشدين فما المسحات الجديدة التي خضعت للدولة الأموية؟ وما جهود خلفائها في نشر الإسلام؟ صار خلفاء الدولة الأموية في سبيل نشر الإسلام ورفع راية التوحيد على سياسة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم فتوسعت الدولة وامتدت نتيجة لأخلاق المسلمين الحميدة وتعاملهم الحسن مع النسف المناطق الجديدة التي فتحوها إضفة إلى دور الحملت التي أمر بها الخلفاء وصارت علي مبدئ الإسلم وأخلقياتها الفتوحات في الشمال آسيا الصغرى وجزر البحر المتوسط كثف الأمويون جهودهم في سبيل نشر الإسلام في بلاد الروم فرتبوا معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما حملات برية وبحرية متتابعة وقد جرت محاولات لفتح القسطنطينية عاصمة البيزنطيين في لم يتمكنوا من فتحها لمناعة حصونه ولكنهم تمكنوا من فتحوا بعض الجزر في البحر المتوسط مثل جزيرة قبرص وفتحوا بعض المدن مثل هرقلة وعموريت كثف الأمويون جهودهم في سبيل نشر الإسلام في بلاد الروم فرتبوا معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما حملات برية وبحرية متتابعة وقد جرت محاولات لفتح القسطنطينية عاصمة البيزنطيين في لم يتمكنوا من فتحها لمناعة حصونه ولكنهم تمكنوا من فتحوا بعض الجزر في البحر المتوسط مثل جزيرة قبرص وفتحوا بعض المدن مثل هرقلة وعموريت جرت محاولة لفتح القسطنطينية في عهد سليمان بن عبد الملك لكن عمر بن عبد العزيز أمر تلك الجيوش بالعودة عندما بويع بالخلافة وذلك تنفيذا لسياسته التي توجه العناية إلى نشر الإسلام في المناطق المفتوحة جرت محاولة لفتح القسطنطينية في عهد سليمان بن عبد الملك لكن عمر بن عبد العزيز أمر تلك الجيوش بالعودة عندما بويع بالخلافة وذلك تنفيذا لسياسته التي توجه العناية إلى نشر الإسلام في المناطق المفتوحة الفتوحات في المناطق الغربية انطلق أول الجيوش الإسلامية إلى شمال إفريقيا بقيادة عقبة بن نافع وتمكن من فتح كثير من المواقع ثم بنى مدينة القيروان لتصبح قاعدة حربية ثابتة للجيش هناك ولتكون خط الدفاع عن المناطق الإسلامية ثم بدأت حملة أبي المهاجر دينار لاستكمال فتح مناطق شمال إفريقيا انطلق أول الجيوش الإسلامية إلى شمال إفريقيا بقيادة عقبة بن نافع وتمكن من فتح كثير من المواقع ثم بنى مدينة القيروان لتصبح قاعدة حربية ثابتة للجيش هناك ولتكون خط الدفاع عن المناطق الإسلامية ثم بدأت حملة أبي المهاجر دينار لاستكمال فتح مناطق شمال إفريقيا بعد استشهاد عقبة بن نافع تولى حسان بن النعمان قيادة الجيوش واستطاع إخراج الروم تماما من الشمال الإفريقي وعمل لنشر الإسلام وتقوية النفوذ هناك بعد استشهاد عقبة بن نافع تولى حسان بن النعمان قيادة الجيوش واستطاع إخراج الروم تماما من الشمال الإفريقي وعمل لنشر الإسلام وتقوية النفوذ هناك في عهد الوليد بن عبد الملك عيان موسى بن نصير واليا على إفريقية تونس حاليا فزاد دخول البربر في الإسلام وعين طارق بن زياد على طنجت في عهد الوليد بن عبد الملك عيان موسى بن نصير واليا على إفريقية تونس حاليا فزاد دخول البربر في الإسلام وعين طارق بن زياد على طنجت فتح الأندلس سنة 92 هجري أرسل الخليفة الوليد بن عبد الملك القائد موسى بن نصير والقائد طارق بن زياد لفتح الأندلس فعبر طارق المضيق الذي عرف بعد ذلك باسم مضيق جبل طارق والتقى بملوك القوت ودارت بين الطرفين معركة كبيرة سميت بمعركة وادي لكة انتهت بانتصار على مسلمين ثم تابعوا فتوحاتهما حتى تمكنوا منظم معظم المدن الأندلسية أنشر الحضارة الإسلامية هناك أرسل الخليفة الوليد بن عبد الملك القائد موسى بن نصير والقائد طارق بن زياد لفتح الأندلس فعبر طارق المضيق الذي عرف بعد ذلك باسم مضيق جبل طارق والتقى بملوك القوت ودارت بين الطرفين معركة كبيرة سميت بمعركة وادي لكة انتهت بانتصار على مسلمين ثم تابعوا فتوحاتهما حتى تمكنوا منظم معظم المدن الأندلسية أنشر الحضارة الإسلامية هناك وعندما تولى عبد الرحمن الغفط حكم الأندلس واصل حملاته باتجاه الشمال لنشر الإسلام في أوروبا فدارت معركة بلاط الشهداء بواتيه عام 114 هجري التي استشهد فيها وعندما تولى عبد الرحمن الغفط حكم الأندلس واصل حملاته باتجاه الشمال لنشر الإسلام في أوروبا فدارت معركة بلاط الشهداء بواتيه عام 114 هجري التي استشهد فيها استأذن الحجاج بن يوسف الفق في والي العراق الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك لفتح مناطق الميدان الشرقي فأذن له وكان الفتح الإسلامي على جبهتينهما جبهة بلاد ما وراء النهر وجبهة بلاد السند استأذن الحجاج بن يوسف الفق في والي العراق الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك لفتح مناطق الميدان الشرقي فأذن له وكان الفتح الإسلامي على جبهتينهما جبهة بلاد ما وراء النهر وجبهة بلاد السند فتح بلاد ما وراء النهر تولى اقتيبة بن مسلم البهلي قيادة جيوش المسلمين في خراسان فاتخذ من مدينة مروي قاعدة لفتوحاته ونشر الإسلام في الشرق وقد استطاع فتح عدة مدن من بلاد ما وراء النهر ثم واصل فتوحاته حتى وصل إلى مدينة كشغر على حدود الصين وقد استطاع المسلمون بمعاملتهم الحسنة جذب كثير من سكان تلك المناطق إلى الدخول في الإسلام تولى اقتيبة بن مسلم البهلي قيادة جيوش المسلمين في خراسان فاتخذ من مدينة مروي قاعدة لفتوحاته ونشر الإسلام في الشرق وقد استطاع فتح عدة مدن من بلاد ما وراء النهر ثم واصل فتوحاته حتى وصل إلى مدينة كشغر على حدود الصين وقد استطاع المسلمون بمعاملتهم الحسنة جذب كثير من سكان تلك المناطق إلى الدخول في الإسلام فتح بلاد السند تشمل معظم أراضي باكستان حاليا قاد محمد بن القاسم الفق في جيش المسلمين لفتح بلاد السند فصار حتى وصل مدينة الديب ففتحها فحشد له ملك السند داهر جيشا كبيرا ودارت بين الطرفين معركة ثبت المسلمون فيها حتى تمكنوا من الانتصار على جيش السند ثم دخل ابن القاسم العاصمة الملتان فاتحا ثم تابع المسلمون في توحواتها ما حتى وصلوا كشمير فنشروا الإسلام فيها وعملوا أهلها معملة فسنة قاد محمد بن القاسم الفق في جيش المسلمين لفتح بلاد السند فصار حتى وصل مدينة الديب ففتحها فحشد له ملك السند داهر جيشا كبيرا ودارت بين الطرفين معركة ثبت المسلمون فيها حتى تمكنوا من الانتصار على جيش السند ثم دخل ابن القاسم العاصمة الملتان فاتحا ثم تابع المسلمون في توحواتها ما حتى وصلوا كشمير فنشروا الإسلام فيها وعملوا أهلها معملة فسنة ترجمة نانسي قنقر